موسيقى نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعناوين شراء ثواري بنغازي يعلن مقتل عدد من عناصر عملية الكرامة في محور الطلحية وكبلر يدعو لتأمين ممرات إنسانية للعائلات الراغبة في مغادرة نقاط الإزاع بالمدينة مسؤول أوضاع نازحي أوباري يصف الوضع الإنساني بالمتدهور ويناشد مؤسسات المجتمع المدني ضرورة تقديم المساعدات للمدينة في أسرع وقت موسيقى رئيس الوزراء الإيطاليا في عزم بلاده إرسال خمسة ألاف جندي إلى ليبيا ويؤكد أن الظروف غير مواتية للتدخل العسكري في ليبيا موسيقى أهلا بكم أكد مصدر في المكتب الإعلامي بمجلس شورة واري بنغازي مقتل ثلاثة من قوات حفتر إثر تقدم قوات مجلس شورة ثوار في محور الطالحية بحسب قوله وأضاف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مقاتل المجلس تمكنوا من صد هجوم وصفه بالكبير من قبل قوات حفتر على محور فينيسيا المجاول لمعسكر السابع عشر من فبراير كما أشار المصدر إلى أن مقاتل المجلس نفذوا قصفا بالمدفاعية على قوات حفتر في محور الهواري دعا مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر إلى تأمين ممرات إنسانية للعائلات الراغبة في مغادرة مناطق النزاع في مدينة بنغازي وبحسب الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة فقد أعرب كوبلر عن قلقه جراء الوضع الإنساني لتلك العائلات مناشدا جميع الأطراف احترام القانون الدولي الذي يمنع وقوع المدنيين كضحايا للمواجهات المسلحة دعت بلدية بنغازي لجنة حصر الأضرار المشكلة من قبل حكومة الأزمة إلى التعجيل في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بحصر قيمة الأضرار المادية للمباني والمحلات التجارية والمركبات التي تضررت في المناطق التي سيطرت عليها قوات حفتر مؤخرا وطلبت بلدية بنغازي اللجنة بموافاتها بنتائج الحصر من أجل معالجة أوضاع المتضررين جراء الأحداث الأخيرة في مدينة بنغازي ناشد مسؤول أوضاع نازحي مدينة أوباريا السن إلياس مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لسكان المدينة في أسرع وقت ممكن ووصف إلياس الوضع الإنساني بأباري بالمتدهور للغاية موضحاً أن المصارف والمحلات التجارية لا تزال مغلقة إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة نتيجة سرقة الكوابل الكهربائية وأكد إلياس لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه من الصعب الآن الحديث عن عودة المهجرين مشيراً إلى أن عدداً من النازحين عادوا لتقييم الأضرار التي طالت منازلهم وفي أوباري أيضاً أكد المتحدث باسم مجلس قبيلة الأحساونة سالم بخزام أن مطار مدينة أوباري جاهز للعمل وأن خمسين شاباً قدموا من غات وأقاموا بحملة نظافة وترتيب للمطار وأوضح بخزام لقناة ليبيا لكل الأحرار أن لجنة الأزمة تعمل بالتعاون مع المجلس البلد أوباري وتواصل حصر أضرار المنازل والمحلات والمرافق العامة كما تعمل على توفير البضائع والوقود وتنظيف شوارع المدينة وأضاف المتحدث باسم مجلس قبيلة الأحساونة أن هذه اللجنة تقوم أيضاً بوضع ترتيبات لعودة النازحين وفتح المؤسسات العامة في صبرات أشار عضو سرية شهداء الغرابلية تابعة للمجلس العسكري سامي الغرابلي إلى استمرار عمليات التمشيط في المدينة وضواحيها بحثاً عن بقايا عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وقال الغرابلي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن عدداً من القياديين الليبيين في التنظيم والذين كانوا مسؤولين عن جلب عناصر من خارج ليبيا ما زالوا فارين وتعمل غرفة العمليات المشتركة على ملاحقتهم مرجحاً أنهم موجودون في مدينة صبراتة وأوضح لغرابلي أن غرفة العمليات المشتركة تعمل بشكل منظم وهي تسعى لملاحقة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة أينما كانوا حسب قوله مضيفاً أن العمليات لن تتوقف إلا بعد القضاء على التنظيم من جهته قال عميد بلدية صبرات حسين الذوادي في نشرة سابقة إن عمليات التمشيط ما تزال مستمرة داخل المدينة وخارجها مشيراً إلى وجود قبضة أمنية من قبل سرايا المجلس العسكري والثوار داخل مدينة صبراتة نات مزاوية مستمرة تعتمد على المعلومة وتعتمد على متابعة بعض الأوكار تعتمد على متابعة بعض الروس المطلوبة إلى الآن تم القبض على جزء منها ومازال في جزء لايد بالفرار يحتاج إلى من دقة المعلومة حتى يتم المطابعة أعلنت كتائب الثوار المنضوية تحت رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام ووزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني أعلنت في بيان لها إنشاء غرفة عمليات موحدة مقرها ترابلس وذلك لتوحيد تشكيلات الثوار إننا مع أي توافق يخدم ليبيا ويوحد صفوف شعبها ويمنع أي تدخل أجنبي فيها شريطة أن يحافظ على سيادة هذا البلد وأن يحقق أهداف هذه التورة وتطلعات الشعب ويمنع عودة الدكتاتورية العسكرية بأي شكل كان ونأمل لأن يجمع التوافق جميع الفرقاء ويراعي كل المخاوث من الجميع وأن يكون عاجلا غير آجل وأن ينتج حكومة متفق عليها تستطيع حل إشكاليات الوطن ومشاكل المواطن دانا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إيقاف ثلاثة من أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية بمطار معتيجة الأحد وذلك بعد عودتهم من العاصمة التونسية وفي بيان لمكتبه الإعلامي حمل المجلس كل المشاركين في عملية التوقيف المسئولية القانونية تجاه التصرف الذي اعتبره يصب في اتجاه عرقلة الاتفاق السياسي ودع المجلس الرئاسي كافة أطراف الحوار السياسي الليبي وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والمجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياتهم تجاه مواصفها بالتصرفات المعرقلة لجهود إحلال السلم في ليبيا ومحاربة الإرهاب بدوره عبر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر عن قلقه البالغ من اعتقال ثلاثة أعضاء من لجنة الترتيبات الأمنية المؤقتة وذلك لفترة قصيرة يوم الأحد في مطار معتيجة في ترابلس ونقل بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن كوبلر قوله إن هذا الإجراء يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم ألفين ومائتين واثنين وعشرين معتبرا أنه مسعى لمنع اللجنة من أداء مهامها بأمن وحرية وذكر كوبلر أن لجنة تمثل جسما رسميا يعمل تحت إطار الاتفاق السياسي الليبي داعيا كل الأطراف والسلطات على الأرض إلى التعاون الكامل معها وتسهيل عملها وضمان أمن أعضائها وحرية تحركاتهم حسب نص البيان دوليا نفى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ما صرح به السفير الأمريكي في إيطاليا بشأن إرسال خمسة آلاف جنديا إيطاليا إلى ليبيا وأضح رينزي في تصريحات على إحدى القنوات الإيطالية أن الظروف غير مواتية لتدخل عسكري في ليبيا مضيفا أنهم في حاجة لجعل طرابلس آمنة والقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي أنهم يعملون أيضا مع الدول الغربية والأمم المتحدة لمحاولة إقناع الحكومتين المتنفستين في ليبيا بدعم حكومة وحدة وطنية وتركيز جهودهما في الحرب على تنظيم الدولة ورأى الناشط السياسي مفتاح لمنوم في مدخلة سابقة أنه إذا أرادت إيطاليا تنفيذ أي تدخل عسكري في ليبيا فإن الليبيين لن يستقبلوهم بالورود بحسب قوله مشيران لأنه لا يمكن لإيطاليا أن تفرض حكومة السراج بالقوة وفق تعبيره كل يوم الآن نكتشف أن هناك أبعاد أخرى كثيرة لم تكن منظورة بالنسبة للتدخل الأجنبي بالنسبة للحكومة السراج وعليه إيطاليا إذا أرادت أن تؤمن فهذا يعتبر أيضا تدخل عسكري ولا أعتقد أن إيطاليا ستقابل بالورود إذا أرادت أن تفرض حكومة السيد السراج نقلت صحيفة ساندي تيليغراف عن مسؤولين أمريكيين خشيتهم من أن يكون البنتاجون يدفع لشن عملية عسكرية في ليبيا بناء على معلومات استخباراتية خاطئة كما نقلت صحيفة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بابو كراكر قوله أن القوات الأمريكية تفكر في شن هجوم جويا ضخم على معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا وأشرت ساندي تيليغراف إلى أن مجموعة من الخبراء في الشأن الليبي شككوا في دقة العدد الذي قدرته وكالة الاستخبارات الأمريكية حول وجود ما يفوق خمسة آلاف عنصر مما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا مضيفة أن التقارير التي أفادت بوجود ألفي مقاتل ينتمون للتنظيم في ليبيا هي الأقرب إلى الصواب أثرت التصريحات التي نقلتها صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية عن مسؤولين أمريكيين والتي عبروا فيها عن خشيتهم من أن يكون البنتاجون قد استند إلى معلومات استخباراتية خاطئة ردود فعل متبين حيث أشار محللون عسكريون إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعتمد على عناصر محلية غير معلومة النواية والتوجهات وهي تعطي إحداثيات غير دقيقة قد تصيب بعض المدنيين خطورة الأمر تكمن في اعتماد الاستخبارات الأمريكية على عناصر محلية غير معلومة النواية أو التوجهات تعطي إحداثيات غير دقيقة قد تصيب مدنيين فيما ذهب البعض الآخر إلى أن هناك عوامل عدة قد تعجل بالتدخل الأمريكي في ليبيا منها الضغوط التي يتعرض لها البيت الأبيض بضرورة التدخل في شمال أفريقيا بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا والضغوط التي تعرض لها أوباما خاصة بعد اتهامه بالإخفاق في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وقد رأى باحثون في الجماعات الإسلامية أن توصل إلى توافق سياسي حقيقي في ليبيا يرضي جميع الأطراف من شأنه أن يضع حدا للمخاطر التي تهدد البلاد معتبرين أن الولايات المتحدة باستطاعتها إضعف ما يعرف بتنظيم الدولة إن هي أرادت ذلك المشهد خطير جدا لعل الأوراق ستختلط إذا لم يكن هناك توصل إلى توافق سياسي حقيقي يرضي جميع الأطراف وإلا فإن المشهد اليوم يوحي بأخطار جسيمة في شرق البلاد وفي غرب البلاد يبدو أن الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا أسالت الكثير من الحبر بشأن حقيقة الوجود العسكري الأجنبي في عدد من مناطق البلاد وما إذا كان المجتمع الدولي قد دق ساعة الصفر لبدء ضرب مواقع تنظيم الدولة للحد من تمدده كما طرحت تساؤلات عن مدى مساهمة التدخل العسكري المحتمل في القضاء على هذا التنظيم ذكر بلاغ مشترك لوزارتي الدفاع والداخلية التونسيتين أنه تم إغلاق المعبرين الحدوديين مع ليبيا راسجدير واذهيبة بعد تطور الأحداث في مدينة بنجردان وأشارت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية في تونس كثفتا من الدوريات الجوية على مستوى الشريط الحدود مع ليبيا وذلك لتعقب عناصر تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة يشار إلى أن مواجهات اندلعت الأحاء الاثنين بين قوات الجيش والشرطة التونسيتين وعناصر تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة بنجردان جنوب شرق تونس من جهاته يكد رئيس جهاز المباحث العامة بمعبر راسجدير الحدود مع تونس محمد عمر مرضية إغلاق المعبر من الجانب التونسي بدءا من الخامسة من فجر الاثنين وأضف مرضية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سبب إغلاق المعبر يعود إلى الاشتباكات الجارية في مدينة بنجردان التونسية مشيرا إلى أن السلطات في تونس لم تتواصل مع الجانب الليبي بشأن إغلاق المعبر ونوها مرضية إلى أن السلطات الليبية في معبر راسجدير قامت خلال المدة الماضية بتسليم ما لا يقل عن ثمانية مطلوبين من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة إلى الجهات الأمنية في الجانب التونسي هذه نشرة متواصلة وفيها بعد فاصل غياب السيولة في المصارف وتراجع إنتاج النفط يتسببان في ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومواطنون يطالبون بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية شورى ثوار بنغازي يعلن مقتل عدد من عناصر عملية الكرامة في محور الطلحية وأكوبلر يدعو لتأمين ممرات إنسانية للعائلات الراغبة في مغادرة نقاط النزاع في المدينة مسؤول أوضاع نزحي عباري يصف الوضع الإنساني بالمتدهور ويناشد مؤسسات المجتمع المدني ضرورة تقديم المساعدات للمدينة في أسرع وقت رئيس الوزراء الإيطالي ينفي عزم بلاده إرسال خمسة ألاف جندي إلى ليبيا ويؤكد أن الظروف غير مواتية لتدخل العسكري في ليبيا يشتكي أغلب المواطنين في ترابلس وغيرها من المدن من ارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وغياب السيولة في المصارف وتراجع إنتاج النفط وطالب السلطات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج بالبلاد من هذه الأزمة الاقتصادية التقرير التالي يرصد جانبا من ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتجاوزه أربعة دانانير وغياب السيولة في المصارف التجارية والتأخر صار في مرتبات موظف الدولة يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أدت إلى تدني مقدرتهم الشرائية بالنسبة للسعار المواطنين كلها يعانوا منها زادت فوق هلبة فوق القيمة والناس مرتبات ما فيه المصارف ما فيه السيولة بعض أرباب الأسر طالبوا المسؤولين بمراعاة ظروفهم وإيجاد حل لنرتفاع الأسعار الذي حرم أتفالهم من بعض الأساسيات وأثقل كاهلهم بزيادة المصارف خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها ليبيا الأسعار غالية شوية غالية 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 طافية الظروف حتى أنت على بلاد مفردهم حتى يشبه حتى للمواطن العادي يعرفت كيف معاشات ما فيش وقصدي ما نزلش لمعاشات وقصدي وزادين في الأسعار هلبية هنا في المركز التجاري العشوري بترابلس يبدو أن الأسعار في متناول الجميع بعد إجراء تخفيضات في عدد من المواد الغذائية ولجوء المركزي للحصول على اعتماد من مصر في ليبيا المركزي لاقتناء المواد الأساسية بأقل التكاليف تمشي التدوي مع تاجر يقول أني يشري في الدولار باربع دينار بالسيف طوى السوق أنه يشري بحكم أنه يشري من بره من الكريمية مع غياب الرقابة الاقتصادية ونشاط السوق السوداء يرى بعض المواطنين أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع إنتاج النفط بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية الأمر الذي أثر سلبا في توفر السيولة لدى المركزي من ضمن الأسباب التي أدت لغلال الأسعار طبعا أن المورد الوحيد في ليبيا هو النفط واقف الإنتاج بتاعه أو شبه متوقف يعني من تقريب 200 أبنوية في اليوم ما يعتبرش إنتاج فالبنك المركزي ما عنده شيء سيولة أو دخل خارجي اللي هو اللي يتوفر عن طريق النفط ليس أنه يغطي حاجة الاعتمادات أو كمية الاعتمادات المقدمين للتجار يبدو أن الوضع المالي الليبي وصل إلى مرحلة حرجة كان المواطن ضحيتها الأولى ورغم تحذير المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة من ترد الوضع الاقتصادي وانعكاساته على مختلف المجالات يبقى القطاع بحاجة إلى وقفة جادة ومستعجلة لإخراجه من الأزمة التي عمقت مشاكل البلاد أكد ناطق باسم مصر في ليبيا المركز عصام العول نباب الاعتمادات المالية لاستراد السلع مفتوح خلافا لما يشاع وفي مداخلة ببرنامج خبر وبعد أرجع العول مشكلة السيولة إلى المبالغ الكبيرة التي توجد خارج نظام المصرفي بحسب قوله في معضلة كبيرة جدا لأن السيولة التي تتزاور خارج القطاع المصرفي طبعا تقدر بـ 24 مليار هذه جلها يتمثها رجال الأعمال إن أعيد 10 بالمئة فقط منها إلى المصرف فسنتهي أزمة السيولة وهي مقترنة أيضا حتى أن نتيجة صلة السيولة أيضا تغذت أن الأسعار ترتفع إلى ذلك رأى الباحث الاقتصادي حمد حرويسا سبب أزمة السيولة هو السحب من الاحتياط الذي يمثل المصدر الوحيد للعملة وأكد في مداخلة ببرنامج خبر وبعد وجود حلول من قبيل إيقاف الدعم وتطوير سياسات للحفاظ على الاحتياطيات النقدية هذه كلها المدعومة كانت من منطقة أو غيره يهرر النوقف التهريب بعمليك الدعم وفادر قانون في 2013 على الحكومة عن تتخذ الإجراءات اللازمة بوقف الدعم هذه خطوة خطوة ثانية هي تبني سياسات للحفاظ على السيولة أن المصرف المصارف بالذات يقع عليه عدد كبير المصرف التجارية يقع عليه عدد كبير جدا جدا وهو تنظيم أنظمة سهلة للسداد والمصرف والذات كفاءة وفاعلية هذه المصرف تحتاج إلى تطوير فعلي نظم مكتب الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة درنة ورشة تدريبية تحت عنوان بالمدنية نرطقي شارك فيها أكثر من تسعين شخصا من مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وبحسب القائمين على هذه الورشة فإنها تهدف إلى تأهيل منتسب المؤسسات للتعريف بالثقافة المدنية وإلى تنمية مهارات الإدارة والقيادة وتستمر هذه الدورة خمسة أيام يسعى من خلالها المنظمون إلى إعادة ترتيب عمل مؤسسات المجتمع المدني في مدينة درنة وتجميعه وقال مدير مكتب الثقافة في درنة فيصل الفريتيس أن هذه الورشة تستهدف كافة العاملين والمتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني بدرنة وذلك عبر عدة دورات دور التأهيل قائمين على مؤسسات المجتمع المدني في مدينة درنة ضمن حملة المدنية نرتقي وضمن مزارة الثقافة والمجتمع المدني وهذه الحملة تستهدف كافة العاملين والمتطوعين والمتسبين في مؤسسات المجتمع المدني منح اتحاد الاعلاميين العرب مدينة غدامس درع عاصمة التراث العربي لعام 2016 وقال صحفي بمدينة غدامس عبدالله موسى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان فرقة القدوس للفنون الشعبية قدمت عروضا فنية من الفلكلور الليبي كما اقيم معرض للكتب والصور التاريخية عن مدينة غدامس مشيرا لانه جرى خلال الحفل تكريم اعضاء المجلس البلد غدامس من قبل منظم الاحتفالية وبنهاية اخبار الرياضة لم يتبقى من هذه النشرة الا تذكير بعناوينها شورة واري بنغازي يعلن مقتل عدد من عناصر عملية الكرامة في محور الطلحية وكوبلر يدعو لتامين ممرات انسانية للعائلات راغبة في مغادرة نقاط النزاع بالمدينة مسؤول اوضاع نازحي اوباري يصف الوضع الانساني بالمتدهور ويناشد مؤسسات المجتمع المدني ضرورة تقديم المساعدات للمدينة في اسرع وقت ورئيس الوزراء الاطالي ينفي عزم بلاده ارسال خمسة الاف جندي الى ليبيا ويؤكد ان الظروف غير مواتية لتدخل العسكري في ليبيا ختام النشرة في امان الله اشتركوا في القناة